عزيزات التلميذات أعزائي تلاميذ المستوى الرابع السلام عليكم مرحبا بكم في حصة جديدة من مادة اللغة العربية مكون لإملاء الوحدة الخامسة الأسبوع الرابع الحصة الثانية تحت عنوان حفف اللام في الأسماء الموصولة تهدف هذه الحصة إلى أن ترسم الأسماء الموصولة رسما صحيحة وأن تستعمل الأسماء الموصولة في جمال المفيدة قبل أن نتطرق إلى إنجاز أنشطة لهذه الحصة لنتذكر ما رأيناه في الحصة السابقة ماذا قلنا عن الحلف في الإملاء؟ أحسنت نعم الحلف في الإملاء هو عدم رسم حرف منطوق به وكنا قد رأينا مجموعة من الأسماء الموصولة التي تحذف لامها فما هي؟ الأسماء الموصولة التي تحذف لامها هي؟ نعم أحسنتم الذي التي والذين لماذا؟ لأنها تستعمل بكثرة ما رأيكم أن نبدأ هذه الحصة بلعبة؟ أحل الألغاز التالية بعد تعبئة الفراغ بالاسم الموصول المناسب هيا أيها الأذكياء لنبدأ اللغز الأول ما الشيء؟ اسمه مثل لونه نعم ماذا نقول؟ ما هو اسم الموصول المستعمل هنا؟ أحسنتم ما الشيء الذي اسمه مثل لونه؟ هل وجدتم حل اللغز؟ جيد نعم إنه البرتقال اللغز الثاني أنا تحبني الفتاة وأكون في شعرها مثل سنبلة يا ترى ما هو الشيء الذي تحبه الفتاة ويكون في شعرها مثل سنبلة؟ ولكن قبل ذلك ما هو الاسم الموصول المستعمل في هذه الجملة؟ جيد أنا التي تحبني الفتاة وأكون في شعرها مثل سنبلة هل وجدتم الحل؟ ممتاز إنها الضفيرة هل نتابع؟ هيا اللغز الثالث ما يخصني ويناديني به الناس؟ ما هو الاسم الموصول المستعمل هنا؟ ما هو الاسم الموصول المستعمل هنا؟ جيد ما الذي يخصني ويناديني به الناس؟ فما هو جوابكم؟ رائع اسمي ما هو الاسم الموصول المستعمل هنا؟ جيد ما التي تبكي لتسقي الأرض؟ فكروا جيداً أحسنتم إنها الغيمة لننتقل إلى نشاط آخر أتمنى؟ أتمنى باسم موصول المناسب لدينا مجموعة من الجمل وسنتذكر لأسماء الموصول التي رأيناها الجمل الأولى الأرض جفت تنتعش به طول المطر هذا هو حارس الغابة يحمين سافر الأطفال يحبون النزهة إلى غابات أرقان هذا الشبل هو لا يفارق جماعة الأسود لديكم مهنة للتفكير يمكنكم إيقاف الفيديو ثم بعد ذلك تصححون نجيب عن السؤال الأول الأرض ماذا نقول؟ أولاً الأرض هنا كيف هي؟ إنها مفرد مؤنث فماذا نقول إذن؟ الأرض نعم الأرض التي جفت تنتعش به طول المطر أحسنتم الجملة الثانية هذا هو حارس الغابة يحمين ماذا نقول؟ قبل ذلك لنفكر حارس الغابة حارس هنا مفرد مذكر فنقول إذن نعم هذا هو حارس الغابة الذي يحمينا نتابع الجملة الثالثة سافر الأطفال فكروا جيداً لدينا الأطفال الأطفال نعم جمع مذكر فالجواب فالجواب إذن ممتاز سافر الأطفال الذين يحبون النزهة إلى غابات أرقان الجملة الأخيرة هذا الشبل هو الشبل نعم أحسنتم إنه مفرد مذكر هذا الشبل هو جيد هو الذي لا يفارق جماعة الأسود هكذا أبنائي نأتي إلى نهاية هذه الحصة شكراً على حسن انتباهكم وإلى اللقاء نوم توم ساليني شكراً